شهدت وزيرة تضامن الاجتماعين بين القباج توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأرمان لدعم مشروعات مدارس المجتمع وتنفيذ ألف مدرسة مجتمعاً وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة في دورته الثانية بالأقصر وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعزز من شركتها مع المجتمع المدني والمتبرعين من المجتمعات المحلية والهيئات الدولية باتخاذ اللازم نحو المساهمة في إقامة وتأثيث المدارس المجتمعية